مرة أخرى تخفق الاجتماعات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي فبعد انعقاد اجتماع سوداسي بين وزراء الخارجية والري لكل من مصر والسودان وإثيوبيا أصدرت الخارجية المصرية بيانا جاء فيه أن الاجتماع أخفق في تحقيق أي تقدم بسبب خلافات حول كيفية استناف المفاوضات البيان المصري أكد تحفظ القاهرة على مقترح سوداني بتكليف خبراء من الاتحاد الافريقي بترح حلول للقضايا الخلافية وذلك من منطلق ملكية الدول الثلاث للعملية التفاوضية وكان السودان قد أعلن فشل الاجتماع في التوصل إلى صيغة مقبولة التفاوض حول السد الإثيوبي وقال وزير الرئيس السوداني إن بلاده لا يمكن أن تستمر في هذه الدورة المفرغة من المباحثات إلى ما لا نهاية مضيفا أن بلاده تحتج بشدة على إعلان إثيوبيا الاستمرار في ملء السد بغض النظر عن التوصل إلى اتفاق من عدمه وأكد مسؤولون مصريون وسودانيون أن جنوب إفريقيا التي تدير المباحثات بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي أعربت على لسان وزيرة خارجيتها عن أسفها لعدم تحقيق التقدم المأمول في المفاوضات والوصول حتى الآن إلى طريق مسدود